موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد ومحتاجين نتطمن على استعدادات الأهل لمبارات تأمبي المباراة الثانية للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وبالتأكيد هناك دوافع مختلفة بالنسبة للمرحلة الجاية وكله في إطار الاستعداد للقاء الوداد المغرب لكن سريعا أذهب إلى ملعب مختار التيتش بالجزيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الآلي عشان نطمئن منهم على الاستعدادات الخاصة لمباراة أمبي مساء الخير يا شريف محتاجين نتطمن منك على الاستعدادات حالة محمد الشناوي اجتماعات بيتسو موسيماني مع اللاعبين والمحاضرات بتستمر لحوالي ساعة لربع ساعة كاملة اجتماعاته مع الكابتن سامي أمصان والجديد لديك في ملعب التيتش بالجزيرة تحيتي لك يا زميلي محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان الأول لازم أقول طبعا بلادي بلادي لك يا حبي وفؤادي كلصان طيب كلصان وطيبين طبعا كل مشاهدي قناة النادي الآلي أعياد أكتوبر المجيدة طبعا منتصار كبير لجيشنا العظيم الجيش المصري من ملعب التيتش وتمرنات النادي الآلي مفيش وقت للراحة توالي مباريات مبارات له مباراة خلينا أبدأ لك من بدري يمكن الراجل مستر مسماني حاضر الساعة ثلاثة العصر بدري جدا عنده اجتماع مع قطاع الناشئين مدير الفني لقطاع الناشئين رئيس قطاع الناشئين كابتل خالب بيبو اجتماع استمر حوالي ساعة ونص بيتكلموا فيه عن مستقبل آآ قطاع الناشئين مع النادي الاهلي من العناصر اللي ممكن يستعين بها الفترات القادمة الراجل شغال على المدى الطويل بالشغال دلوقتي والراجل بيشوف من العناصر مميزة من الحلقة الوسطة بعمل ازاي ايش اغلاء بعمل ازاي هيكلموا مع بعض كل قد ايه من الممكن ييمتاز او يظهر في قطاع الناشئين يرشحوا للفريق الاول اجتماع ساعة ونص اتكلموا فيها عن كل كبيرة وصغيرة في قطاع ناشئين النادي الاهلي مستقبل النادي الاهلي في لعبيه وزي ما انت احنا عارفين قطاع ناشئين النادي الاهلي بالتوفيق طبعا الخطوة الكبيرة اللي عملها مستر موسماني النهاردة والتنصيق فقوله ده بإذن الله يفدي النادي الاهلي في المستقبل دي الخطوة الاولانية الخطوة الثانية ساعة اربعة ونص كان معاد المحاضرة الفنية مع لعب النادي الاهلي يمكن يعني مستمرة الى الان متتكلم دلوقتي ساعة خمسة وشوية الرجل لسه يعني عادنا نص ساعة المطشي اللي فات قاعد حوالي ساعة بالزبط داخل غرفة الاجتماعية تتكلم فيها عن مباراة المأولين النهاردة نفس القصة يتكلم فيها عن مباراة امبي عن سلبيات واجبيات مباراة المأولين عن نقاط القوة والضعف في مباراة امبي لا هتكون بكرة بإذن الله واتمنى بإذن الله يكون فوز جديد يضاف الى النادي الاهلي باسم السلاس نقاط جديدة الرجل بيتكلم نصف المحاضرة عن نقاط القوة وعن نقاط الضعف هيفرقهم طبعا عن جزء من مباريات امبي عشان يقدر بكرة يستعد الانبي بشكل يليق باسم النادي الاهلي وهيختار النهاردة في تمرينه ال 11 يلعب بيهم من الاحتياط اللي يلعب بيهم من القائمة اللي يخش في قائمة المباراة بعد التمرين هيكون في معسكر مغرق طبعا في احد الفنادق في التجمع الخامس وهيكون العشر ساعة 8 مساء طبعا توالي بكرة بقى اليوم من صباحا الى التحرك الى استاد الاهلي والسلام اللي تكون عليه المباراة في السامنة مساء ايما اشرف قبلته قبل ما يخش التمرين سألته عن حالته وقال لي عندي مشكلة في انقر رجلي خمسين خمسين لسه هقعد مع الدكتور خالد محمود هتكلم معاه خايفين علينا بش هيغطروا اي حد في الفترات المقبلة لو هقدر هلعب هكون موجود في القائمة بش هقدر هكون خارج معسكر فريق احمد الشيخ نفس القصة اللي انا خفيت ولكن الاركابتن او الدكتور والمدير الفني قرروا ان ما يكونش موجود بكرة معاهم في يعني التشكيل او في القائمة المباراة حرصا على سلامة اللعبة هيكون موجود في برمز بازن الله الراجل بيحافظ على لعيب النادي الاهلي باش عاوز يخاطر باي حد من لعيب النادي الاهلي والدليل ان يطلع لعبين من قطاع النشينا عشان خاطر ممكن يكمل بيوم القايمة محمد الشيناوي الكل بيسأل محمد الشيناوي محمد الشيناوي عنده يمكن مزء فيه العضل مزء واحد ملي حاجة بسطة جدا في العضلة الضمة بتتكلم من خمس تيام لعشر تيام بالكتير هيعمل جلستين جلسة الصبح وجلسة بالليل الشد في العضلة الضمة بيحتاج جلسات مع تدليج خفيف آآ بعد كده يبدأ ينزل الملعب يجري حاولين الملعب آآ خفيف خفيف لحد بإذن الله بإذن الله من غير معطع بإذن الله هيكون موجود معنا ومتوقع بقوة بإذن الله في مباراة الودادي المغربي بطمنك وبطمن كل مشاهدي القاتل نادي الاهلي حراست مرمى الاهلي بخير الشيناوي بإذن الله هيكون جاهز للمباراة الأفريقية ومعنا علي لطفي لا يقل لخالص ومعنا مصطفى شوبر لا يقل لخالص حراست مرمى الاهلي بخير دعنا عامهم بس ونخلينا في دهرهم وبإذن الله يكون الخادم كله انتصارات لكل لعبي النادي الاهلي وبإذن الله تكون النجمة التسعة هو الهدف الخادم للنادي الاهلي معاك لو فيها استفسار معاك زميلي محمد زميلي العزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزينا لكل هذه المعلومات والإيضاحات من ملعب مختار التتش بالجزيرة وكلمة أخيرة في هذا الشأن بالطبع يمكن إصابة أيمن أشرف أو إمكانية الدافع به أو عدم الدافع به في مباراة إنبي هتكون محسوبة بشكل كويس لأنك بعد إصابة محمود متولي ورمي ربيعة وبتعدى سعد سمير وعدم قيده في القائمة أصبحت الحلول الدفاعية أمامك ياسر إبراهيم وآيمن أشرف فبالتالي لك حزب مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية قبل المباراة الأهم مباراة الوداد المغربي